ثم طبعا يعني دايما بندعو هنفضل ندعو على طول ان يفك طبعا او يكون مع اهل غزة واهل فلسطين فيه طبعا العدوان اللي بيتعرضوا لي ويعني اللي مقدرش اوصف اي وصف من اللي بيتعرض دي الشعب الفلسطيني لان اي كلمة ممكن تقولها فهي غير معبرة عما يحدث في فلسطين وما يحدث في غزة وربها سبحانه وتعالى يتولاهم برحمته لان فعلا بنمر كامة عربية واحنا كمصريين طول عمرنا متعطفين وهنفضل بنحاول على قدر الامكان ان احنا حتى ولو بالدعاء ان احنا نكون متوجدين معاهم دا اللي نملكه او دا اللي نملكه اللي زينا احنا بيملكه فبتمنى ان شاء الله ان الشعب الفلسطيني يتجاوز المحنة والازمة اللي بيمر بيها